هو بيقول أنا كزوج خلاص عاوزة طلقها وزوجت ديت معيوبة وكلها عيوب أصلا ومانا شايف فيها ولا أي حاجة وهم جاء حاطتلي إيه بقى لستة كده خلينا نشرح لكم لستة كده أولا مهملة ما بتسمعش الكلام أولا مش عارفة بتعمل إيه بتسوي إيه ما بتجهزلش الفطار صوتها عالي عليها ما بتسمعش كلام أمي وحاجاته لستة لستة كده فيها بتاع 20-30 عيب من العيوب وشوف تقول الراجل ده الراجل ده محموق قوي يعني بيتكلم بكده بقواء في حاجة جامدة يعني وبعدين هي كمان تقولك تقولك لا أنا أنا مش هكمل أنا كده أخري خلاص العلمك بقى أنا قوية جدا بجوز أو من غير جوز طلاق من غير طلاق يعني أنا هو الإنسان باللي حواليه الإنسان بنفسه كل بقى اللي إحنا سامعين عنه الفترة دي إحنا هدفنا من بيوت منورة يا جماعة إذا إحنا نحط يدينا على المشكلة مش اللي حواليها مش الشعرات مش الفقاعات الهوائية اللي بتطلع لنا في كل واحد عايز يطلع له تريند ولا يطلع له معرفش إيه والكلام ده لا 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 إحنا إحنا هدفنا في بيوت منورة إن إحنا نحط إدينا على المشكلة ونرجع البيوت تاني منورة تاني يعني خلونا أشرح لكو بس غليكوا وقفين معايا شوية وصبروا علي يا ماشي عشان نتعملوه زي مبارع ونصبر على بعض فهدفنا في بيوت منورة حقيقة يعني إن إحنا نحط إدينا على أصل المشكلة نحط إدينا على أصل المشكلة ونحله مش التنظير حواليه يا ما ناس نظروا وكذا وأصلا لا 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 هو إيه المشكلة واحد اتنين طيب سببها واحد اتنين طيب الحال طيب المسببات إدي بدائل العلاج مش علاج واحد واحد واثنين وتلاتة ليه لا إن النفس اللي نفع معي ما نفعش مع غيري لكن أجأ أقول طلاق هو أنت أصلا يعني واخدين بالك ومعنى كلمة الطلاق أصلا في حد ذاتك ما في آية من آيات الطلاق إلا وتنتهي واتقوا الله ما في آية من آيات الطلاق أو في مفارقة زوجة إلا والله عز وجل يخاطب فيها الزوج والزوجة واتقوا الله تقوا الله في الأمر دو اللي هو اللي مطلع عليك هو اللي عارف أنت فعلا كده لكن ده بيطلق بيطلق زوجته بس لا مش بس الزوجة بيطلق عياله كمان ومصاريف عياله وتطلع بقى الزوجة في الشوارع تشحت وتعمل وتعيش حتى عشان كده هتقول لك إيه أنا عاوز أتطلق أنا زوجي كل عيوب أنا زوجي معيوب وفيه كذا وكذا طلق مسهل وزي ما قلتلكوا كل آيات الطلاق بتختم بتتقوا الله على نسمع بقى سبب الخلاف تلاقي أمور تافهة جدا وبسيطة جدا وعادي تتحل بس إحنا اللي مش عارفين نتعامل مع كلمة مع كلمة قالت مثلا وقت غضب أو تفهمت غلط وما تصححتش والخناء قامت على كده من يوم الخميس اللي فات وفيه جربات النساء خناء قدير على جربات الحريم بسبب مشكلة واحدة بعتت مشكلتها وقالت قالت مشكلتها يا جماعة أنا زوجي قال لي كلمة وهقولكو كلمة دلوقت والثابت البيت لزوجها بسبب الكلمة اللي هو قالها وقال لها هي بقى بتقول بقى وكاتبة على الجروب يعني يا جماعة عايزة رأيوكو في حاجة زي كده بتقول إن الشيخ قال له إن زوجها بيقول لها إن الشيخ هو قال لي كده ونصحني بكده مش عارفة إيه دخل موضوع الشيوخ يعني مش عارفة إيه سبب كل حاجة بص تلاقي إيه يعني كده قال الشيخ قال له مراتك دي وعاء للخلفة ومعون ليك أرعلا لا في حديث بالكلام ده ولا الأمر لكم بس كلمة وعاء بصراحة أنا مش عارفة ليه كل غلط وليه كل شكوى وليه كل كارثة بتحصل يدخلوا فيها أصل شيخ أصل الدين يعني الدين أبعد ما كده ما تفتروش على الدين ما تفتروش على الدين وطالما يعني يعني معظمنا بيبقوا كده جهلة في أحكام وفي معارف لا لا نتعلم نتعلم قبل ما بنتهم دين ربنا لإن كده باتهمنا لدين ربنا إحنا بنتهم الله سبحانه وتعالى وننتبه لنقطة زي دية هو أنت بتعيب لا لا ده إيه ده كلام جاهلي ده من أيام مش عارف عصر إيه لا إبعدونا كلام جاهلي ده ديني كحيبة الله عز وجل أنزله من يوم خلق الآدم لحد يوم قيام الساعة فأنت بتعترضي على إيه أو أنت بتعترض على إيه ومش عاجبك إيه ده دين ربنا اللي ربنا نزله فإحنا نخلي بالنا قوي من القصص دي عشان ما نبقاش بنفتعل شيء في قلوبنا أبعد ما يكون عن الدين وعن العقيدة ووقعنا في غلط حقيقي في الدين طيب ما علينا المهم دلوقتي الكلمة بقى الكلمة انت وعاء انت معون للخلفة وللعيال طيب أنا عايز أقول لكم الخنائق إيه من يوم الخميس لحد وقتنا هذا النهار لحد النهار ده ما بص رديت عليه ومطلعت نفسي من جروبات بقى لأني يا خلاص تعبت يعني والفس قفل أو بص بعد يقفل بعد يالفس خلاص ليه الفكرة الفكرة أن احنا خلونا نعترف احنا الجيل اللي طالع عنده قلة خليني بس أشرح لكم الحتل عنده قلة في المعلومات قلة في اللغة أو ثراء اللغة العربية أو السروة اللغوية للغة العربية من كلمات كلنا كده فما تيجي كلمة تتقال ما ممكن كلمة تتقال أنت وعاء سؤالي بقولي إزاي هو في كلمة ده أنت وعاء أو أنت معون فواحدة بتقول لها كلمة معون والكسة دي لأ يعني البادي لانجوش بتاعتي بتقولها مش حلوة خالص مش حلوة الإحاقات بقى اللي مع الكلمة اللي هي قصل حوار ذات نفسه وإحنا مش عارفين أو بننطقه غلط وممكن تنطط اللي قدامك من كلمة قالت أصلا لا أنا عايز أقول لكم كمان تنططوا من غير ما تتكلم ببصة بنظرة بالكلام ده تعالوا نفهم كلمة وعاء يعني والله أنا أعرف من كان وعاء للخير إيه اللي حصل ملق الله وعاقه يعني ما تكون جاء بقى بالخمر سيبكم من الخمر ويعني إيه خلونا خلونا تسبت كده النهار ده يوم عجيب فصلوا على رسول الله السلام من كان وعاء للخير ملق الله وعاقه بإيه بالخير وكمان قول إيه أنية الله في أرضي قلوب المؤمنين قلب المؤمن هو وعاء وأنيية الله في الأرض هي إيه أنية الله بحلقه كذا ولما يبقى قلبي وعاء للكرآن أو يبقى قلبي إهاب للكرآن كل دي حاجة حلوة بس إحنا عشان ما عندناش المصطلح ده مش فاهمين شوي أو تقلت بطريقة أو بشكل أو وش كده عارفين الوش اللي بتقلبيه مش شر مش حلو وحش معون كلمة معون انتي معون للخلفة برضو حاجة يعني ليه تعملها والله خير وبركة يعني أما بقى أنا أجيب أولاد يعبدوا قلوب العباد في الأرض الله سبحانه وتعالى ويعبدوا الله العبادة الصحيحة ويدخلوني جنة يعني يعني ده شيء لا بس الكلمة بتقال إزاي أنا مرة سمعت كلمة معون دي من زوج فوق السبعين سنة مع زوجة في آخر الستينات برضو أوائل السبعينات وصلوا بالكلمة دي بسبب أن الزوج قال الكلمة دي الناس قدام جدا يعني كبار في السنة هم وكلام دي مثلا من عشر وخمستاشر سنة وصلوا لمحكمة الأسرة وهوها سبعين سنة وهي شوفوا هي تسعة وستين سبعين واحد وسبعين ورفعوا قضية خلع في محكمة الأسرة وكان الناس كلها بتضحك عليهم بسبب الكلمة دي أو بسبب أن تقول لك خلاص جابت آخرها طيب هو أنا لما يحصل في عيوب هو أصلا فيه حد خالم العيوب تقول لك زوجتي مع عيوب بغض النظر على الليستة اللي أنت عطتلي فيها أربعين نقطة أعطي أربعين لستة أربعين نقطة بسبب كذا وكذا وكذا طيب ما فيش حاجة حلوة يعني هي الليستة دي كلها وحشة ما فيهاش صفة حلوة ميزة اقول كده فيها واحد اتنين تات حلوة ما فيها أربعين غلط من الغلط ده ممكن تكون أنت فاهم وأصلا غلط يعني أنت ممكن تكون فاهم اللي أنت بتقول عليه عيب ده أنت فاهم وصل لك من الصح خالص أصلا يا زنان يا عمي بتحبك وبتغير عليك فبتزن فلما نعلمها أن الزن من الصح وأن الرجالة بتزهق من الزن الدنيا بتبقى جميلة لا أصلاها دايما بتلحى عليها وتقوم جاية معرفش ما بتلحى عليك هي بتلحى عليك بسبب إيه أنت ما بتستجبش أنت مشغول عنها ما فيه تفسيرات للعيوب اللي أنت شايف في عيوب بلا وفالناطنا الأربعين دول مش عيرسوا على خمسة ستة مثلا طب إيه المميزات ما أنتوا لازم برضو نقول المميزات عشان نبقى حياديين ونبقى وإحنا بنحكم بنحكم صح يعني لما أرضى مثلا بستين في المية واربعين في المية أتعايش معاه قاعدة ستين أربعين ده عندك قاعدة كمان اسمها قاعدة سبعين تلاتين حلو حلو نعنا نوصل لسبعين حلو بتعايش معاه وثلاثين في المية بعرف أديره وبعرف أعمل المهم أن أنا أشوف قاعدة تسعين عشرة برضو قانون من القوانين أن يبقى فيه عندك تسعين حاجة حلوة وعشرة بس في المية أبوز التسعين الطرطة الجميلة دي أتعجل حتة بس يا ده من أشيل الحتة دي أو أعليجها مثلا المقطوعة دي ممكن أجب سوى سرول مثلا وحطها وبتاع بعدين أدهنا بالشوكولاتة كده وتكمل بقية الطرطة ينفع يعني فيه حلول لكن إن أنا حط هي مش شايف غير العيوب كارسة مش شايف غير الأخطاء كارستين ثلاثة يبقى الملخص إيه نشوف الإيجابيات ونسغر حجم السلبيات ونحاول نعليجها لكن دايما عيني شايفة زي عين الزبابة استغفر لها خلي عينينا عنين النحلة بتروح على الورد والحاجات الحلوة روايحي الجميلة خلينا العين دي جد عشان نعرف نعيش أو نعرف نتعايش مع الناس اللي حولينا لإن إحنا لو مشينا باللي إحنا جوانا دا ولا أهو دا غلط ودا وكذا وامشي واسيب وتخلى وأخذ أسهل الطرق خلاص إيه أمشي غلط بدون إصلاح دا من الصح إحنا لو عملنا كده مش هنلاقي ناس نعرف نعيش معهم ولا نتعامل معهم مش هنلاقي فعلا الواحد لما بيجي يشوف عيوب الآخرين وإزاي بيتعامل مع الإيجابيات أو الحاجات المميزة والمحاسن بتاعتهم الناس تقريبا ثلاث أصناف السنف الأول معظم الناس بقى يضخم العيب قد كده عاجة غلطة ولا مرة قد كده ويكبروا في عينه وشايف أن الشخص اللي قدامه هو بس ما فوش ولا ميزة ولا حاجة حلوة ولا أي حاجة جيد ما فوش حاجة كويس أصلا تعارفين دا بيبقى عايش حياء مأساوية مأساوية ليه؟ لأنه دايما محبط متزمر مكتئب ناقد لوام دايما شايف الغلط تقولك لأ أصنا واحدة بحب الصح فلما باجا شوف الغلط ما بقى عرفش جميل وما لو متحب الصح ما تنشر الصح بقى ما نحاول نتعايش ونقول ونقول الصح دا بطريقة مرة حلوة وطريقة مرة وعي وطريقة كذا وهكذا ما نقول الصنف التاني من الناس لا دا بيبقى شايف المحاسم بس بيبقى شايف المحاسم بس ما بيشوفش العيوب ما بيشوفش السلمات على فكرة إنسان دا بعيش سعيد يعني عايش عايز أقولك هرمون هرمون الدوبامين لا دا الخمس هرمونات بتقع السعادة بيتفرزوا ما بيجعندوش مشاكل عايز سعيد وفرحان كده بالعلاقات مع الآخرين ممتاز جدا بس بيجي وقت خل بالكم بقى بيجي وقت وبيضغط على مشاعره ليه؟ لأنه عمال شايف 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 وبعدين ما تحصل حاجة إيه دا فحاول يتغاد عنها يعرف أنت يغد الطرف يعني مش عايز أبص مش عايز أشوف وده مصح بيضغط على مشاعر وبيضغط على حاله عشان يعرف يكمل لحد ما يوصل لحد يعرف خلاص خلاص اكتفيت حد الإمتلاء بس انتهيت بقى بعدها بينفجر لأدفه الأسباب والأصغر الأسباب اللي ممكن أصلا ممكن يكون السبب اللي هو انفجر بسبب ده ممكن كان يستحمله قبل كده لكن جيه وقت خلاص أنا مش قادر أكمل عارفين ليه؟ لأنه عايش نفسه في وهم اسمه السعادة الزائفة أنا سايف بس مميزات بس ما يجعب العيوب فالعب بتكبر ما تتصلحش وضغط على حاله عشان يحفظ على هرمون السعادة عنده في حياته ونسي أو تناسى عيوب اللي قدامه اللي لازم يحاول يدرها أو يتفقوا هما الاتنين على طريقة للحل فالنتيجة ايه؟ ضغط 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 خلاص الطرف المعيوب بيعمل بيضغط واللي في عيوب شاب ان ده حقق أصلا بالنسبة لي مين قال ان ده أنا لو كان غلط كان حدك كانتوا تكلموش انتوا راضيين فكان ده حقق مكتسب ليه وان ده طبيعي انه يجي على غيره ومش مهم الآخر طب والآخر بقى المسكين ده يكتائب ويجي وقت بقى ويفوه بالغيبوبة اللي هو كان عايش فيها كان معايش نفسه فيها صراحة وبتدي شريكه بالعيوب بس ساعتها بيكون فات الأوان وساعت كتيرة كتيرة بيكون فات سنين عبال ما تدرك الأمر ده وفات مواقف قال ألاف المواقف فبيتعب أكتر ده الصنف التاني الصنف التالت من الناس اللي بيوازن بقى جميل ده اللي بيوازن ما بين العيوب والمحاسن إن فيه مميزات وفيه إيجابيات وفيه سلبيات ده شايف الأمور بمزان العدالة متزم فرحان بالمميزات والحاجات الحلوة الإيجابية والحسنات اللي موجودة وبيحاول إنه هو يغير من العيوب أو يتعامل مع السلبيات أو يدرك أو يشوفوا طريقة للحال ده عايش بسعادة يجي تعبان شوية ويزعل شوية لما يشوف كذا بس بيتعامل والدنيا شغال ده أكتر واحد المتزم لكن اللي شايف حسنات بس ومميزات بس لا 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 ده هيتعب هيجي الوقت وحيقع من مهارات التعامل أصلا مع عيوب اللي قدامنا أصلا ما فيش حد كامل يا جماعة عشان بس نبقى فاهمين دي قاعدة إحنا في دنيا وطالما إحنا في دنيا ما فيش حد كامل ما كامل من الخلق إلا رسول الله صلى الله ناقصون خلاص فاحنا نتعامل مع الناقص يعني وده مش عيب أنا وانت وانت فيش حد كامل وكل واحد فيه إجزامة فيه حاجة حلوة فيه حاجة وحشة كل واحد فيه وفيه فس الله سبحانه وتعالى عرفه والعافية أقوله أمين